أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هاشتاغ جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي هاشتاغ لم تعد السرقة قاصرة على السطو على البنوك ولم يعد انتهاك السرية حكرا على اقتحام البيوت ولم تعد جرائم الإساءة إلى السمعة والتشويه وإطلاق الشائعات مقتصرة على القيل والقال في الدواوين بل وحتى الحروب لم تعد كلها بصورة سلاح يوجه على هذه الدولة أو تلك بشكله تقليدي بل باتت تلك الجرائم وغيرها تقع بكبسة زر أو لمسة شاشة لذلك نجد قوانين جديدة قد شرعت وأخرى قد عدلت لمواجهة هذا التطور الرهيب في مناحي الحياة بشكلها الإيجابي والسلبي هاشتاغنا الليلة بعنوان مشاهدين الكرام سرية المعلومات والجرائم الإلكترونية وللحديث حول هذا الهاشتاغ ورحب بضيوف الكرام المقدم حمد فيصل خرشيد مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حياك الله مقدم حمد الله حييك ومشكري على صدفتكم لي وشركني وجودك أهلا ومرحبا بك كذلك المهندس محمد الدوب خبير أمن المعلومات حياك الله ويانا المهندس محمد حياك الله وأيضا المحامي محمد طالب المحامي أمام محكمة التمييز والدستورية أهلا ومرحبا بك محامي محمد سنبدأ هذا اللقاء ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير الافتتاحي عن هاشتاغ الليلة وهو سرية المعلومات والجرائم الإلكترونية لنشاهد مع المشاهدين حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام والبداية مع المهندس محمد الدوب خبير أمن المعلومات الساد محمد تقنيا ما هو تعريف وأهمية سرية المعلومات أو أمن المعلومات بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن نعيش في 2017 كل شيء في حياتنا إلى استثناء يتم عبر التكنولوجيا مهما كان الإنسان ومنصبه وعمله كل عمل يقوم به من عمل أو تجارة أو سفر أو تواصل مع أصدقاء بل حتى العبادة تقوم به عبر أجهزة إلكترونية فأنت الآن تكلم عن عالم يغمرنا من كل مكان وكل مكان في هذا العالم تجد إما شخص أو جهة أو شركة تحاول أن تستفيد منك أو على ظهرك فنحن نعيش في غمرة المعلومات هذه معلومات عنك معلومات عن سلوكياتك على الإنترنت معلومات عن ما تحب وما لا تحب ما تقول وما تسمع وما تشاهد مع من تتواصل بماذا تتواصل متى وكيف أين تعمل كل هذه المعلومات متاحة للإنترنت يعني يريدها من ورائك اللصوص والهكر شركات الإنترنت شركات دعاية حكومات العالم كلها لها تريد أن تحصل على خنقل الطرف أو جزء من الكعكة هذه سيد محمد يعني الكل يسعى خلف هذه المعلومات حتى لو أنا كنت شخص عادي مواطن عادي ما لي أي علاقة لا بأمور سياسية ولا تجارية ولا غير الكل يسعى طبعا لأن الكل يسعى بهدف مختلف مثلا الهاكرز يسعون لبياناتك ليس أحب من فيها بل عشان يبتزونك فيها ويطلبون منك الفدية مقابل الحصول عليها بعد أن يسترقونها منك مثال فهمت علي نعم مثال آخر منافسين لك في العمل في التجارة يريدون الحصول على بياناتك اللي يتغلبون عليك في المنافسة التجارية وهذا موجود بالكويت للأسف والناس شغلوا بها الممارسات على قدم وصاق هناك حكومات بالعالم تهتم بمتابعة ليس فقط الشخص في حكومتها بل حتى لما يخرج إلى حكومات أو دول أخرى أنت تتكلم عن شركات تبيع المعلومات شركات دعاية تبيع معلومات عنك تبيع معلومات أنت شون تحب هذه كلها معلومات تخيل أنت حتى شيء اللي تعبه يعتبر معلومة ذا قيمة تنباع وتشترى عند الشركات هذه فكل الشيء تقوم فيه أنت في أحد يريد أن يستفيد منه سواء كان يعني قصدا لك أنت استدافا لك كشخصك أو لأنك شخص من ناس يعني يستطيعون يستفيدون من ورائك نحي مثلا فيروسات الفيديا الضرر العالمي يقدر بمليار دولار كلها على أظهر ناس يعني ليس لهم بالموضوع ناقة ولا جمل لكن هما فرصة ويعني سهل هدف سهل الاستهداف وبالتالي يتربحون من وراء المجرمون والهاكرز ومن يقوم بالعمليات هذه لذلك الواقع أن كنت مهما كنت إنسان صغير أو وزير إنسان ذو منصب أو إنسان حتى إنسان عاطل على العمل هناك أحد يريد أن يحصل على بيناتك ويستفيد منها بغض النظر عن من هو هذا الشخص أو الجهة وما الهدف الحقيقي وهل هم يريدونك أنت لأنك أنت أو لأنك هدف يسهل يعني صيدة واستهداف لذلك الشخص لا مفر صراحة أنه يستخدم أو شيء يقتنع أنه مستهدف حتى لو كان إنسان ما لدي شيء تمام هو مستهدف رغم اثنين شنو يسوي بعد ما استهدف أول شيء يجب أن نتعلم كل هذه الأشياء سيد محمد لا يقاطعك لكن هذه الأشياء سنتكلم عنها إن شاء الله في المقبل من الوقت السادة محمد طالب أنت محامي نريد أن نعرف قانونيا متى يتم تعريف سرية أو ما هو تعريف سرية المعلومات أو لنقول متى يعتبر القانون أن هذه المعلومة سرية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن نبدأ بالبداية قبل 2015 ما كان في قانون ينظم الأمور الإلكترونية قبل 2015 نعم لما صدر قانون على 360 على 2015 ما يحضرني الرغم هذا هو قانون جراء من الكترونية قانون تغانية العنوات 36 36 36 نعم هذا القانون شرع عن طريق مجلس الأمة بإجمال كافة الغوانين اللي هي قانون المخدرات قانون القضاء قانون الجزائي المرافعات الأحداث صار مجمل قوانين خذوا منها النقاط المخاصصة في الأمور الإلكترونية اللي هي جراء من الكترونية بما أن مثل ما تفضل المهندس أن اليوم التكنولية صار شيء طبيعي وشيء بين كل الأفراد المجتمع لما شرعوا قانون قام ينظم العمليات الإلكترونية متى أنا أقول سرية المعلومات قبل كان عندنا سرية سرية المعلومات بالأمور الخاصة في وزارات الدولة معلومات الأفراد الأمور الخاصة في البنوك اللي هي حسابات سرية الأمور الخاصة في الجهات الخاصة أو المعلومات الخاصة بالفرد في وزارات الدولة زين قبل قبل ما كان ما كان ينظم إلا في أمور قانون الجزاء يعني اليوم مثلا إذا أحد تعرض مثلا لي ليفرض لي مثلا سبقت في عن طريق وسائل الكترونية روح قانون الجنح روح قيسات سعمال قبل هذا القانون قبل هذا القانون الآن هذا القانون نظم الأمور الخاصة في كل ما يعرض في الأمور أو الأجهزة الإلكترونية أو الأمور الخاصة في حاسب الآلي اللي هي الكمبيوتر أنا عشان أقول والله هذه سرية معلومات لا بد أنها تكون بيد جاه مسؤولة تحتفظ بسرية معلومات الأفراد جميعا في الدولة سواء كان أفراد يعني عسي المثال معلومات المدنية سواء عسي المثال وزارة العدل عسي المثال وزارة الداخلية اليوم مثلا خروج ودخول فرد هذه سرية معلومات العنوان الخاص في فرد من الأفراد الأسرة الرغم المدني القضايا الخاصة في بعض الأفراد عشان لا يصير فيها تشيير لبعض المواطنين سواء كان سياسيا أو اجتماعيا أو أي هدف إن كان فهذه السرية نقول للجهة التي تحضرها راح ندش بتفاصيلها إن شاء الله سيد محمد ننتقل الآن إلى المقدم حمد فيصل خرشيد مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية نبي نسأل كيف يبدأ المتضرر بحسب قانون تقنيات المعلومات اللي هو الجرائم الإلكترونية اللي تفضل فيه سيد محمد طالب شكوى وكيف تبدأ الإدارة بإجراءات هذه الشكوى بعد ورود الشكوى عليها بسم الله الحمار الرحيم في حال وجود مخالفة القانون هذا أو تضرر الشخص من خلال الشبكة المعلوماتية أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الحديثة من وجد وجد الضرر يتقدم إلى الإدارة العامة للنباحثة الجنائية قبل كان تسجيل الغضايا في المخافر حين صار تسجيل الغضايا عندنا في الإدارة العامة للنباحثة الجنائية يقول شكوى عندنا يتم تسجيلها ويتم إرسالها للنيابة العامة عشان تاخذ رقم ويعطونا قرار فيها بإجراء التحريات فورا ورودنا قرار النيابة بإجراء التحريات نباشر نحن تحرياتنا ونشوف ملابسات الواقعة شنو ونشوف إذا كان فيها أدلة نأخذها ونستفيد منها ونحضر الأطراف ونواجههم ونرسل تحريات للنيابة العامة لأتخذ قرارها نعم نحن استضفنا البلدية والتجارة في حلقات سابقة وكان عندهم خدمة جدا مميزة اللي هي أكاونت لتلقي الشكاوة أنتم في إدارة جرائم إلكترونية عندكم أكاونت مثل هذا الأكاونت نحن عندنا أكاونت لكن ليس لتلقي الشكاوة لا تلقي الشكاوة لا نستقبل الشكاوة لكن لا نباشر فيها لن نعرف اليوم إذا كانت هذه الشكاوة صحيحة أم كيدية هناك ناس قاعدين عندنا ويقدمون شكواهم ويحضر ويتعنى من آخر الدنيا ويقدم شكوا بالنهاية تطلع أنها كيدية لخلافات شخصية أو لخلافات عائلة إن زين شنو الطرق لتقديم الشكاوة إليكم أن يحضر يحضر عندنا شخصيا نعم لازم يحضر شخصيا أو وكيل عنه وكيل عنه أن يقدر يحضر ويرفع القضية بالنيابة نعم نعم سنكمل حديثنا وإياكم إن شاء الله لكن بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام فاصلنا وإبلاكم حياكم الله من جديد مشاهدينا أستاذ محمد الدوب نحن نتكلم عن الأمور التقنية أكثر يعني تقنيا كيف يتم حماية سرية المعلومات و هل هناك معلومات محمية أو محمية سرية هذه المعلومات بنسبة 100% طيب أول شيء أي شيء أحد يقول لك في حماية 100% يعرف أن يعني قاعد يخدعك حماية المعلومات لا يمكن أن تصل لنسبة 100% إذا أخذت المعلومات وحطيتها في تجور وقطيتها بالبحر أنت تتبي معلومات قابلة للوصول صح أو لا ولم لا فايدة فبالتالي في طريقة الوصول للمعلومات الفكرة هي أنك كيف تحمي معلوماتك من أن الوصول لها يكون فقط وصول مصرح وأنك تمنع الوصول بالكامل أصبح ما يكون فائدة للمعلومات إذا لم يصل لها صح أو لا الفكرة مو حمايتها 100% الفكرة هي حمايتها في أعلى نسبة ممكنة معها كونها معلومة قابلة للاستخدام والاستفادة فأول شيء حماية المعلومات عندك أكثر من نوع أول شيء في حماية لسرية المعلومات إذا كانت معلومة سرية في معلومات موسرية لكن لازم تحمي صحتها تحمي سلامتها بمعنى أنها ما تتغير هي معلومة عامة لكن أنت ما تبيع أحد يقوم بتغييرها مثال على هذا واحد عند حساب مثلا في موقع التواصل الاجتماعي وما عنده أمور سريخ فيها لكن ما يبي أحد يقوم يحرف كلامه ويتكلم بإسمه صح ولا فأنت لا تتكلم عن سرية المعلومات كسرية بل أن المعلومة تعافظ عليها صحيحة أن هذه تغريدة مثلا تغريدة تكون فعلا تغريدة ولم يكتبها غيرك فالموضوع هو يتعلق في أول شي تصنيف البيانات يسمون data classification في معلومة سرية في معلومة مسرية لكن يجب محافظة على سلامتها وأنها لا تتغير من دون تصريح فأنت هنا يختلف حسب هدفك من المعلومة وتصنيفها طريقة التعامل معها فالمعلومات يجب أن تكون سرية أو يتم حماية عليها في شغلتين أو عمريتين أساسيتين التحكم بالوصول access control والتشفير encryption التحكم بالوصول هو أن الشخص لا يستطيع يحصل المعلومة الذي كان مصرح له سواء كان عن طريق الطريقة التغليدية وهو الباسوردات أو البصمة أو قطع الإلكترونية يسمونها tokens مثلا أو يكون وجود صراحيات في السيستم وهذا أغلب يكون ما بيقاطع بس اتطرقت وقلت الباسورد أو البصمة البصمة تعتبر آمنة البصمة لها استخدام يختلف عن استخدام الباسورد بمعنى البصمة تستخدم لإثبات الوجود إثبات الوجود يعني تصلح لبوابة بس بصمة تستخدم لحساب عن بعد مثل حسابك بتويتر مثلا الآن البنوك تضع بصمة لا أنا أقولك لماذا أنا أعطيك مثال حصل عندنا وحصلت بالكويت أن الشخص يكون نائم وتستخدم بصمتها من وراء البصمة فيها مشكلة ناس لم يستوعبتها البصمة لا يوجد فيها إثبات النية ما يعني إثبات النية يعني تأكد أن كنت استخدمتها يعني طبعا أنا بنقل الكلام الآن البصمة عندك آمنة بشرط أن كنت تكون شنو تكون واعي والنسان لا يمكن يكون 24 ساعة فبالتالي البصمة ومشكلتها الأساسية افتقادها لإثبات النية الباسورد وجودها فقط في رأسك صح ولا صح فبالتالي لما استخدمها أنا عارف أن كنت استخدمتها بمحب إرادتك لكن البصمة الشخص كان نائم الشخص تم تدويخ حصلت بالكويت طبعا حصلت بالكويت يدوخونها مثلا أو يكون نائم يستخدمها بصمته طبعا هذه الأمور تحصل في كل العالم ويسفق بالكويت لكن أنا أتكلم عن شيء مهم استخدام البصمة الذي غير أغراض الدخول على البوابات أو الأماكن التي يجب أن تكون حاضر بجسمك يجب أن يتبعها طريقة ثانية مثلا باسورد مع بصمة أنا أقول لك ممتاز أنت قويت طريقة لكن الاعتماد على البصمة الشكل الصحيح هو أن استخدام لا يحتاج فيه إثبات النية عندما تدخل مبنى أنت موجود نعم أنت ذهبت لهذا المبنى بالضبط سيد محمد طالب ما رأيك بهذا الكلام طبعا ضيوفنا الكرام الحوار مفتوح أي مداخلة موجودة على أي ضيف فالحوار مفتوح مداخلات أيضا مفتوحة السيد محمد طالب تعليقك على هذا الكلام واحد شخص تم تدويخه مثل ما يقول السيد محمد دوب أو نائم مثلا خذوا بصمته وبطل الجهاز سواء عمليات في البنك أو سرية المعلومات الموجودة في الجهاز هل هذه القضايا موجودة في جرائم البصمة مو بس في الجرام الكترونية البصمة حتى البصمة على أوراق ومستردات مثبتة لدي يعني اليوم القانون قبل هذا الغانون كان هناك مثلا جريمة بأن أنا أبصم أحد نايم أو أنه رجل كبير في السن أي أنا أبصمه وهو في غير وعية مريض في حالة من حالات المرض أنه يبصمونه لعمل وكالة أو أنه يثبتين على ورغة بيضة أو إلى آخر ولكن هناك إجراءات تتخذ في النيابة العامة بتقديم شكوى وإثبات مرض الموت مرض الفراش يعني هذه الأمور كانت موجودة وكان فعلا في حالات في الكويت تم تبصيم أشخاص من غير شنو أهم صور الجرائم الإلكترونية يعني اللي تدخل في انتهاك لسرية المعلومات شنو أهم صور هذه الجرائم والله أخوي بسالم اليوم مو بس سرية المعلومات دائما نحن نقول سرية المعلومات تختص في جهات معينة مفردة يعني يعني حين مثل ما قلنا جهات معينة مؤسسات معينة ولكن الجرائم الإلكترونية مفهوم موسع تدري اليوم خاص في أمور الهواتف النقالة وأمور خاصة في برامج التواصل الاجتماعي والأمور الخاصة في أيضا عمليات من خارج الكويت اللي قاعدة يصير الهجوم على الكويت في أمور خاصة في البلد في القضاء في السياسة في حتى سلطة الحكم فاليوم القانون جرائم الإلكترونية نعم نظم العملية ولكن هناك نقص شديد في هذا القانون لأن هذا القانون طبعا أنت عارف اليوم المشرع لما يحط هذا القانون هم أفراد يعني مهما يكون لا بد أن يكون هناك نقص أو خلل أو ثغرة في هذا القانون شنو صور النقص الموجودة في هذا القانون كثير فيه نقص وايد يعني اليوم من أنا عشان أتكلم عن هذا النقص لا بد أن أنا شوف شنو أول شي تجربة هذا القانون القانون صدر في 2015 اليوم نحن في 2017 صالة سنتين اليوم لو تسأل كل جهة معينة طبقت هذا القانون من النيابة العامة إلى الداخلية إلى المحامين إلى أفراد المواطنين رح تلاقي هناك مشاكل فيها تطبيق هذا القانون على سبيل المثال أنا أقول لك الغانون صدر اليوم الاخلال بالنظام العام ما ينظم غانون جرامك ترونية شنو الاخلال بالنظام العام أن اليوم أنا ممكن أن أحط موضوع معين أو قضية معينة وأنني أتشذب مثل نشر الأكاذيب نشر الأكاذيب موجود غانون أمن الدولة بس ما ينظم القانون جرامك ترونية فاليوم أي واحد يقدر هو يكذب يقدر يكذب ويقول مثلا مثل ما بي أقول حادثة صارت قبل أيام أنه في موضوع في أحدى الوزارات أثير هذا الموضوع بشدة والوزارة تقدمت بشكوة لكن أنا اليوم كمحامي كرجل قانون أقول هذه الشكوة ما رح نوصل إلى النتيجة لأن القانون ما نص عليه بأن هناك مثلا إخلال بالنظام العام بس كأن في مداخلة من المقدم حمد بهذا الموضوع أنا بسألك سؤال ومداخلتك رح نأخذها لكن بعد الفاصل كذلك السؤال نبي أرقام إحصائيات أعداد نوعية الجرائم التي يعني توصل لكم كذلك أكثر الجرائم شيوعا عندنا أسئلة كثيرة لكم إدارة الجرائم الكترونية أيضا من ضمن الأسئلة التي تفضل فيها سيد محمد دوب وهو استخدام البصمة في حالة عدم الوعي يعني في زوجات اشتكوا أو أزواج اشتكوا على زوجاتهم أنه استم استخدام البصمة بعدم درايتهم بهذا الأمر سنأخذ الإجابة إن شاء الله لكن بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل و إن حصل أكم الله من جديد مشاهدين الكرام المقدم محمد فيصل خرشيد نحن سألنا عن إحصائيات أرقام أعداد نوعية الجرائم التي تريد إليكم كذلك أكثر الجرائم شيوعا أيضا موضوع البصمة لدينا سئلة كثيرة لكم أنا شفت شيء بالفاصل قبل شوية أنت تبطل تليفونك بالبصمة العين زين هذي متعتبر بعد تقنيا فيها نوع من السهولة و عيد أكون نوع لإستخدام كنت صلاحياتك ستدخل سواء تليفونك أو حساباتك أو حتى المواقع وتحط فيها الوزر نيم والباسفود مثل عن أرقامنا و إحصائياتنا نحن يمكن يكون في حلقة ثانية امتداد لهذه الحلقة إن شاء الله لأن فعلا الموضوع متشعب و ذو شجون كثيرة وأسئلة كثيرة تريد إلينا نحن شخصيا أنا شخصيا لهذه الحلقة تلقيت أسئلة عديدة من أستاذ المشاهدين أيضا بعض المغردين على موضوع حلقة الليلة فلذلك ننوه أيضا لأستاذ المشاهدين ربما يكون هناك حلقة امتداد لهذه الحلقة إن شاء الله بنفس الضيوف الكرم نرجع إلى سؤالنا المقدم حمد إحصائيات أرقام أعداد أكثر الجرائم شيوعا التي تصل إليكم طبعا أنا أكلمك في السنة الماضية في السنة الحالية لأنني لم أخلص صوتا لن أعطي أحصائية دقيقة في السنة الماضية سجلنا 3942 شكوى و قضية 3942 خلال سنة واحدة قرابة 4000 4000 تقريبا أنا أحسابها أنت اليوم أكثر من 100 قضية على عشر ضباط نعم شيء للويكند و شيء للإجازات الرسمية و شيء للإجازات الضباط أكثر من 100 قضية أكثر من 100 قضية أنا عندي ضباط مسترميني 400 قضية لسبب ما ضابط على إجازة من هذه القضايا تنصب عليه لو عندي ضابطين 4000 من قسم على 2 فالعدد مثابت وعدد كبير أنتو بإدارة الجرائم الترونية عندكم عشر ضباط فقط في ذاك الوقت لدينا عشر ضباط نعم حين عندنا يمكن 14 ضابط و نفس الشيء يقول لك ضابط إجازة ضابط ينتقل الضابط يمتدب و ضابط يرجع مثابتين نعم شنو أكثر الجرائم أو القضايا السب و القذف طبعاً بمواقع التواصل مواقع التواصل الاجتماعي تقدر تسمي اللي تسمي لغاية ليه الواتساب نعم من و ضد منه من رجال ضد نساء أو نساء ضد رجال أو منوعة ممكن أخوان 2 رابع بقروب واتساب اليوم أنا ما للمزاج أني أتحمل غشمرتك رح يشتكح سواء نكمل طبعاً إحنا في قروبات الواتساب نقول كل شيء يحق له وفق هذا القانون طبعاً سواء كان بقروب أو حتى بالخاص و كلمة بالخاص يسيل بكلمة أو كلمتين ممكن يشتكح نساء سيد محمد إذا القروب عدد قليل يصير أنه يشتكي مثلاً 3-4 خاص ما في مشكلة لو خين تكلموا مع بعض حتى بالخاص حتى بالخاص مشاهدين الكرام منوه على هذه المعلومة فعلاً ذلك ربعاً تستخدمها مشاكل أو شيء عفياً تنتبهوا و يحق له أنه يروح يرفع قضية إدارة إجراءة أنا حريص حتى مع الوالد أنا لا أطرر لها هي نفس قضايا إساعة تسعمال هاتف بأيام الجنح كان هناك مثلاً أديز ميسيج حق واحد نفس الشيء يرد عليه ميسيج هي نفس الشيء النظام الواتساب هي الجريمة واحدة حتى لو شخصين يكلموا بعض فنزين و ممكن بعض الأحيان يصير مشاكل و زعل على مسألة البلوك أن الأدمن بالقروب إذا لم يكن هناك أسألة البلوك لم يكن مسبق بكلمة مثلاً أنا سأعلمك و أعطيه بلوك لا أقول لكم أنا والله زيادة قالها غشمرة لكن هم لا يعرفون أنها غشمرة كتابياً بالقروب أنا والله عرف كيف أتعامل معك و سأعطيه بلوك أو لا طبعاً الغشمرة أو لا غشمرة أنا لا أتبين عندي إلا لم يتبين و هذه السألة عليها القانون طبعاً يسأل إذا كان فيه نية طبعاً أنا ما أحكم أنه يجب أن يكون فيه قصر الجنائي كل شيء كل القضايا يجب أن يكون فيه شيء يسمى قصر الجنائي إذا ممكن هذه نقدر نقول عنها مثالية أو موجودة فعلاً موجودة موجودة أنا فيه أستاذ محمد طالب فيه قضايا عندكم من هالنوع كونك محامي أنا والله مرت علي قضايا واتسابئي يعني واتساب تساببه وفيه أحكام صدرت بالسجن بعدين بالسجن بالسجن بالواتساب يعني يعني إذا كان فيه الفاتساب وغاثر وسجن أكيد الداخلية هي سلطة تنفيذية تنفذ الحكم بعد صدر حكم الغضاء يعني يصدر حكم عندما نحن ما نعرف يلغون الغضاء عليهم في وقت ثاني بس فيه أحكام صدرت أستاذ محمد دوب مسألة إن الشخص يدش في الواتساب ويتكلم عنك يعني مثلا لنفرض الادمن طرد فلان من القروب الادمن قال أنا تم اختراق جهازي هذا الأمر يحصل فعلا أن يدش جهاز الشخص ويدش الواتساب ويطرد أو يسبد عن طريق الواتساب تقنيا يحدث هذا الأمر أول الكثير من الناس يدعي أن الحساب مخترق وهذا هو أول عذر الشخص يلقي غالب الأشخاص والجماعة لكن الموضوع هل أنا أستطيع أن أثبت تقنيا أن الحساب تم الدخول عليه بطريقة مختلفة عن طريقة تقليدية من جهاز جديد من حساب انترنت جديد هذا من الذي يستطيع يثبت إدارة الجرامك تروني هذا يثبت من عدة نواحي أول شيء يثبت في كثير محالات يجب التعاون مع الشركة الأوم للبرنامج تمام في إجزاخ نقول هذي مثل اللغز نص الحل يأتي من شركة صاحبة البرنامج الشركة الأوم لنفرض واتساب مثل شركة ترد شركة واتساب حسب الحالة رقب الثنين قد جزء كبير من اللغز هذه هو شركة الاتصالات نفسها معلمات عندها ثم الجزء الأخير من الحل هو جهاز الشخص نفسه جهاز الشخص ممكن أن يتم عملية تحقيق جنائي إلكتروني Digital Forensics يتم بطريقة معينة يعني في طريقة تحريز إلكتروني للدليل تمام وفي استخدام أدوات معينة وطرق معينة وعمليات حتى عملية حسابية لإثبات أن الحرز الإلكتروني سليم ومن المهم يتم تعبث به ثم يتم تحليل بيانات الحساب نفسه أو البرنامج لتأكد من خلوه من شنو من أي شيء غريب بالحساب أو شيء بالاختراق مثال على هذا أعطيك مثال بسيط لو شخص قال حسابي بطويتر مخترق يستطيع نفس الشخص أن يدخل في حسابي بطويتر وهذا أي شخص يستطيع أن يعملها إذا كان شاكرا حساب مخترق مثلا يدخل في تويتر في الإعدادات من الكمبيوتر مو التلفون من الكمبيوتر يدخل الإعدادات في جزء اسمه My Twitter Data أو بياناتي يدخل فيها فيها قسم سجل الدخول يكتب لك اليوم دخلت من الجهز برقم الإنترنت من دولة فلانية ويضع كلها فأنت مثلا شخص كل شابك من الكويت فجأة فيه دخول من دولة من دول روسيا أو رومانيا إذا في شيء غريب هنا قد يكون مخترص صح ولا قد يكون استخدم برامج مثل برامج الانترنت VBN اللي يتغير فيها مصدر لاتجاه الإتصال نفسه فهذه المعلومة قد تفيد الشخص في إثبات فعلا هل هو تم دخول حساب أم لا تدخل هذا لا تبين إلا الشخص دش برقم سري بالباسورد نفسه إدارة الجراء هل تستطيع تأخذ الباسورد والدش والشيك شوف السؤال هل تسألني هذا سؤال قانوني أنا لا أجاوبك عليك هل تستطيع الإدارة أنها ترغم شخص أنه يطلع بياناته هذا لا أستطيع جاوبك عليك لأخذ القانوني لكن أنا أقول لك أن هذه المعلومة متوفرة في بعض برامج للشخص صاحب الحساب وفي أغلب الأحيان الشركة صاحبة البرنامج هي متوفرة لكن لا ننساها السادة محمد طالب السؤال قانوني الحق لإدارة الجرائم أو أنها تقول أعطني الباسورد لكي تشيك جهازك مخترق أو لا تشيك عن النقطة هذه بالضبط وهو مجبر المشتركة أو العميل أنها يعطي رغم السر الجرائم الترونية لكي يردون حسابه لأنه يعتبر لا لا هو حسابه موجود لديه لا يوجد شيء لكن وردت شكوى عليه بأنه سب لازم إذن من نيابة العامة إذن من نيابة العامة تشوف الحساب تأكد بنفسك وهو طواعية من عندك طبعا مثلا تفتيش المركبات واحد يفتش السيارة العسكرية أو الضابط المرور لا يمكن يفتش السيارة لكن لذا سألها ممكن أن تفتش سيارتك قالت فضل فتش من باب الثقة إذا قال فضل فتش لكن إذا قال لكم لا لا أنا لا أعطيكم رقم السر لازم إذن من نيابة طبع هل هناك حالات يمكن أن تبدأ أو شيء يسأل سيدي صاحب السمو ومير البلاد لا يحتاج أن أحد يتقدم بشكوى هذا القانون نسأل الشيء الثاني الزراع القضاء الزراع القضاء نعم عندما يتكلم طريقة أخرى يسأل القضاء أو حكم معين أو تتكلم عن شيء من الزراع القضاء طبعا هذا شيء لا يحتاج أن القضاء يحرك دعوة أو كذلك يسأل قانون الوحدة الوطنية يسأل لفئة أو مذهب معين أو ديانة عندما تتكلم تصدير ديان هنا نحن نحرك بدعوة لا يحتاج أن أحد يحرك تحركون أنتم عندكم أدوات رصد هنا لدينا أدوات رصد لدينا أدوات متابعة نرى ما يحدث على شابكة التواصل الاجتماعي وحركنا وعندنا من الغضايا وفي طبعا من الأشياء نحركها غضايا لأداء العامة أو التحريض على الفسك والفجور هذه نقطة رابعة نستطيع أن نسميها نعم لأنني أحد يحضر الحساب مخصص عن هذا الشيء بدون أن يضر أحد بدون أن يتكلم لكنه مخل بالأداب العامة مخل بالأداب العامة أنا لا أحتاج أن أحد يحرك دعوة أنا أرصد وطريغتنا مصادرنا سرية ونضبط الشخص ونحاول لأدوات المخصص هل أنتم قادرين على رصد هذا العدد الهائل من البيانات والمغردين ومواقع التواصل نحن في سنة من الأسنين أعتقد 2015 حولنا طبعا قبل القانون كان عندنا الإمكانية كان عندنا الوقت قبل القانون حولنا وتم أبعاد 500 شخص 500 قضية أو شخص حولناهم أبعاد أو 500 متهم تم حالتهم الجهات المختصة في تحريض تحريض على الفسق و الفجور تحريض على الفسق و الفجور نعم هذه الأربع نقاط التي قلتها نحن نطلع فاصل لكن قبل هذه الأربع نقاط التي قلتها لو أتى شخص و قال لكم في الحساب الفلاني غرّد بكذا كذا أو الشخص الفلاني كتب في الواتساب كذا كذا نعم تحرقون بناءً على هذه المعلومة التي أتتكم طبعا كأنها مصدر معلومة المصدر السري المنازم أنا مشاري المصدر السري منها يوم مصدر اسمه مصدر معلومة يتمي المعلومة من أي شخص تتحرقون بناءً عليها ما تتجاهلونها لا 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 نتجاهل نحرق طبع إذا كانت معلومة صحيحة ما كانت كيدية نعم نحن راح نكمل حوارنا إن شاء الله لكن بعد هذا الفاصل المشاهدين الكرام فاصل الله أياكم الله من جديد مشاهدين الكرام الأستاذ محمد الدوب ما هي أفضل الوسائل والطرق للاحتفاظ بملفات الشخصية يعني هناك بعض البرامج تتيح لك الاحتفاظ بملفاتك الشخصية هل يمكن الوثوق بهذه البرامج طبعا السؤال هذا يعني ذو شجون فعلا أول شيء شخص عليه مسئولية ولا أعتقه مسئولية معرفة الجهة يتعامل معاها وكيف تحمي بياناتها يعني شركات نفسها التي تضع عندك بياناتها ليس سوى إلا جهزة تشتريها عشان تضع بياناتك ليس سوى حتى شركات تقدم خدمات الإيميل وخدمات الكلاود وغيرها كلها يعني ليش تكلها على صف واحد من أجهزة التي أشتريها أضع بياناتي ليس سوى نعم عاردسك لا لا أنا أعطيك مثال مثال أبسط أو الكلاود يعني المنزلي مثال الآيفون أأمل من الأندرويد بمراحل عديدة مثال بسيط خاصة لشخص الغير متخصص للغير متخصص الآيفون أأمن من الأندرويد مثل يمكن يزعلون الحين ربما الأندرويد هذا واقع الكوريين راح يزعلون هذا واقع من تخصصي فأول شيء نحن نتكلم عن هذا شيء من سنين حصرت بل أنت الحين حتى الشركات الشركات التي تقوم بخدمات وصناعة أدوات تحليل الجهاز الإلكتروني نفسها نفسها هي تقول لك إذا آيفون لا يمكننا شركات أمريكية والإسرائيلية والفرنسية وغيرها التي تقوم ببرامج التي تفتح الأجهزة لغرض تحقيق الجهاز الإلكتروني تقول لك نفسها اشتراطات فتح الآيفون أنها موجودة لبريك وموجودة في الأندرويد لأنه في بعض النسخ أجهزة الأندرويد مستوى الحماية فيها أقل يعني هذا اللي نسمع الآن الف بي آي مقادر يفتح جهاز آيفون والذي حصل مع الف بي آي قصتهم القديمة حقيقية يعني هم أبل ليش سووا هذا الشيء واحد شوف واحد لازم يفهم أن الموضوع ليس مؤامرة ومسرحية الشركة أبل عندها نظرت أن شيء يفيدها كتسويق أنه بيانات ما يوصل لها فهمت علي أيها تشوفها حين في زمن حين زمن الاختراقات لأمرة الناس تبي شركة الأمان فيها لدرجة أن الشركة لا تفتح لك إذا تبي وهذا حين واقع لو أنت الآن بالآيفون بسيت باسورد الآيفون بالكامل خاص البيانات التي فيها راحة عليك حتى قبل ما تريد لك إياها هي سوى عمدا لدقطتين أساسيتين أول شيء أنها ما تحمل مسؤولية البيانات لنقول أي جهة حكومية لا نستطيع نفتحها أسفين شيء ثاني هذه يسمونها سولينج بوينت يعني نقول طريقة تسوي منها دعاية حق نفسها ترح لدينا حماية أعلى من غيرنا هذا حقيقي هذا حقيقي مصداق هذا شوف شون تبتعرف من هذا كلام حقيقي الآن ثغرات الآيفون الطريقة التي يفتح فيها الآيفون لو وجدوها تنباع بالسوق بأكثر من بملايين دولارات هذا حصل في دولة خليجية عندنا في دولة خليجية هي شركة إسرائيلية حق جيها معينة بدون ذكر أسماء وبعت لهم ثغرة في مليون ونص دولار أمريكي عشان يستهدفون شخص معين يفتحون آيفون طبعا هم فشلوا في استهدافة ونكشفت الثغرة وضعت المليون ونص لكن شوف سعر الثغرة مليون ونص دولار ليش أن الجهاز آمن اللي اكتشف الثغرة وعرف الطريقة تستغلالها ما باعها مليون إلا ليش أنها ثمينة وأن الجهاز فعلا صعب فتحها بالضبط استاذ محمد طالب في حال تم انتهاك خصوصية شخص خصوصية شخص إما و تم تداول صورة معينة موجودة أو أمر شخصي لهذا الشخص أو معلومة معينة و تم تداولها بصورة واسعة ما بين آلاف أو مئات أو ملايين البشر هل يحق لهذا الشخص الذي تم انتهاك خصوصيته مقاضات كل هؤلاء طبعا هو بإمكان يتقدم بشكوى على كل حساب نشر هذه الصورة أو نشر انشار هذه المعلومة إذا هو يروح يحصيهم نعم هو دور أن يحصيهم لازم أن يطلع الحسابات هذه كلها و يتقدم بشكوى لنيابة العامة و مباشرة للجرام الإلكتروني دور الجرام الإلكتروني أن تبحث في هذه الحسابات هناك حسابات وهمية هناك حسابات خرج الكويت هناك في الجرام الإلكتروني ما قاعد توصل على كل الحسابات لأن أصلا ما في اتفاقية بين الكويت وبين شركات بعض برامج التواصل الاجتماعي بأن يأخذون معلومات هذا الحساب من وين قاعد ينشر من أي دولة من أي إيميل فهناك غضايا عديدة تقدم يعني ضد كثير من الأشخاص في منها تحال النياب العام وإلى المحاكمة إلى الغضاء وفي منها ما تحفظ موقتها اللي قاعد يحصل الحين وللأسف يعني أنا أنا اعتبر ضياع وقت وهم ما يعتبرون هلا والله هي فائدة يمكن بو فيصل يمكن يدري أن اليوم البعض يتقدم بشكوة حتى لو يدري أن هذا الحساب وهمي وفي حسابات لغاية اليوم شقالة وما يدرون منه صاحبه وشقالة بس شي سوون هالجماعة هل يدرون أنها ما يقدرون يعني عندهم معلومة وعندهم غضايا سابقة بأن هذه الحسابات ما يقدرون يتوصلون بواحدة جنائية لها فيتقدمون بشكوة ويدرون أن الشكوة ستحفظ النتيجة هذا الحظ بأن في المستقبل في احتمال في احتمال أن صاحب الحساب هذا يتم التعرف عليه يتم التعرف عليه فالغضايا هذه ظل تعلق موقتا لحينما المتهم هذا يقع في المقدم وصلنا السؤال الآن من المحامي محمد طالب نوجه لك السؤال فعلا هناك حسابات وأشخاص أنتوا لم يتم التعرف عليهم لم يتم التعرف لا لدينا معلومة الآن أو حتى لدينا معلومة معلومة نفسة لا أستطيع أن أبني عليها ولا أستطيع أستطيع تحرياتي إلا لما لدي قراءة أستطيع استخدامها أساس أن أنا وقت ما أتم ضبطه وأحيل الميابة أعرف كيف أتكلم وأسوي تحرياتي إنما يقول لي مثلا إذا لي وإذا وحطي مثلا ظرف أو عذر ما سأكون ردي ما الصعوبة وين الصعوبة منكم الصعوبة وجود البرامج هذه برأ الكويت الكويت لا لدي أي سلطة عليها كل ضبطه بهذا الشكل في أشياء قعدتين ضبطه لدينا مصادر سرية لدينا أشياء ولكن ليس كل الغضايا حال أي قضية الجرامك ترونية حال علي قضية حين سطو مسلح صار حين سرقة بقالة صار هل كلهم منصادوا نحن عندنا تساؤل كثيرة وأيضا أسئلة الناس لابد أن نطرحها عليكم أنتم إدارة الجرامك ترونية وأنت ممثل هذه الإدارة الآن مقدم حمد يقال بأن الشخص إذا بغيته تقدرون تجيبونه صحيح هذا هذا حساب فاضي وكل الحسابات التي تتعرف عليها تتضط هذا حساب الناس الآن وإذا بغيتهم سامعين أنتم سامعين الحساب نسمع كل يوم أكثر من اللقاء قالوها في حساب يسيب رمز الدولة كيف هذا رمز الدولة أنا لا لدي أحد ثاني أقائضة معه ولا لأن أقل لأحد يختلف عليها أكيد لماذا لا نصيد لا لا لماذا لا لا يمكن تعرفون بس بره وإذا كان بره لا نستطيع نحرك عن دعوة لو لدينا معلومة بره لدينا اسمه لدينا نحرك عن طريق التنفيذ للجناعة الدولي ممكن تتدرون القوانين اللي بره ما تشملهم أو القوانين اللي بره القانون اللي بره تشملهم لو كان عندنا قانون أو أي دولة طبعا إذا فيه قانون يجرم الشيء هذا عن طريق القنوات الخاصة يتم تجريم الشخص هذا ويتم ضبط في دول حدث لو كان مخالف أستاذ محمد الدوب شلون الواحد يحمي نفسه بأن يغرد أو يكون عنده معلومات معينة ويدلي بهذه المعلومات هو خارج الكويت كيف يعني ما فهم سؤالك يعني الآن شخص خارج الكويت وشبك على شبكة معينة اللي هو اللي قاعد نسول عنه شلون هذا الشخص قادر على أن يحمي نفسه وهو سب الشخص الفلاني داخل الكويت شلون قدر هذا أن يحمي نفسه ما حد قدر يوصل له شوف سؤالك هذا سحبة تريل أنا سأجاوب عليه بطريقة صحة جاوب باللي تبي كل شخص يستخدم حساب عنده تويتر وإنستجرام وغيره لازم يحمي بغض نظره هو شك يسوي بحسابه فهمت علي حماية الحساب أمر مختلف عنه هو شك فبالتالي لا يسألني كيف الشخص يحمي حسابه إذا جوابتك كنت أعين لا تقنيا يقدر تقنيا يقدر أي شخص عند حساب يبيح أنت تفضلت سيد محمد أنت تفضلت بداية اللقاء قلت أنه لا يقدر يحمي نفسه بنسبة 100% طبعا لم يحمي ماذا لا يستطيع وصلهم الناس الذين تنصاد يرتكبون خطأ مني هذا ما ارتكب ولا خطأ إذا ما ارتكب ولا خطأ أو ارتكب خطأ وما أحد صاد الخطأ هذا رح يتم ما أحد يكشفه فهمت علي يعني أنت تكلم عن حسابات عندها متابعين بالملايين تتكلم بأمور يعني جدا خطيرة على المستوى الخليج على المستوى بل بعضها على المستوى العالم يعني حكومة الأمريكية نفسها طلبت معلومات عن حسابات لتويتر تويتر قال لهم هذه المعلومات التي عندي ما تفيدكم أعطوهم معلومات ما تفيدكم لماذا الشخص يشبك من دول أخرى الشخص هذا إذا ما ارتكب اخطأ تكشف هويته ما أحد رأي يكشفه فأنت لكن الشخص هو مأني نهو يحمي حسابات يعني يشبك على واي فاي عام مثلا مطعم مثلا كافي هذا أحد المثيل نعم في ناس تسوي أو يشبك عن طريق شبكة ليس له علاقة فيها يعني الآن أنا يشبك بالكويت أغرد من حسابي مباشرة على التصالي بالإنترنت شركة تويتر ستعرف أن أنا شبك من شركة فلانية بالكويت شركة انترنت وشركة صارات إذا اتصلت عبر روسيا مثلا لازم أحد يا لكويت أو تويتر كلمون روسيا منو شبك بالتاريخ فلاني وسير سلسلة التعقب كلما أنا طولت السلسلة هذه صارت أصعب التعقب منها طيب واحد شبك عن طريق دولة الكين الصهيوني هل تقدر الكويت تكلم كين الصهيوني يعطونه معلومات ما تقدر تكلم صح ولا طيب هني شون الحل ففي أمور صاحب الحساب نفسها يعرف خدع يعرف خدع يصعب على الآخرين كشفة تمام زيحة دول في دول يعني مثلا يتم انتهاك خصوصيتها يتم أخذ بعض المعلومات من مؤسساتها من أجهزتها طبعا هل الأشخاص هذين لا تقدر يوصل أنا أعطيك مثال الآن الفيروسات انتشرت في فترة الأخيرة وكلفت خسائر بالملايين الـ FBI عندهم تقرير سنوية عن الفيروسات تكاليفها سنوية على شركات ومؤسسات في العالم فوق 5 مليار دولار لماذا قديمة فبالتالي الواقع عندنا كثير من القضايا الإلكترونية بل بالقضايا الإلكترونية ساعات التوصل يكون أصعب جدا لأن المعلومة أما تكون مختلطة يعني صعب أنك توصل إلى يقين فيها أو معلومة تتمع طريق ضحية أخرى يتم اختراق شخص ومن خلال حساب يغردون مثلا عند السؤال لا أنسى الآن إذا قلنا الحكومات والمؤسسات هي أجهزة نظامية أو أجهزة تقنية نظامية الهاكرز وغيرهم مخترقيين ونسميهم ميليشيات من المتفوق تقنيا على الآخر في هذا الوقت في هذا الزمن أظن النتيجة والجابة واضحة طبعا الهاكرز متفوقون لأسباب يعني نعدها وهي أول شيء إنهما ليس لهم خنقول يعني التزامات قانونية فهمت علي يعني مثلا ما عندهم شيء يخسرونه يعني هذا بالضبط المتهم والمجرم دائما في كل دول العالم دائما سابق رجال انفاذ القانون بخطوة إذا مو عشر ليش دائما 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 بكل دول العالم وهذا شيء درسنا وتعلمنا فأنت عندك هذا الموضوع يعني أنت أنت تأكد كلام هذا هذا كلام مواقعي ثم ليس أساس إمكانياتهم لأن بالنهاية أنت أسلوب جرامي جديد اليوم أنا أبوغ السيارة من خلال المفتاح إذا ما تأخذون هكرز وظفونهم بالجرامي أكتروني هناك ناس هناك ناس نتعامل معهم هناك ناس هناك نشارية لا لنفرض لأن الوقت داهم لكن هناك تكمل إن شاء الله لهذه الحلقة لنفرض اكتشفتوا هكر معين شخص معين يخترق الأنظمة يخترق بكويت يصير هذا الأمر يتم عرض عليه وظيفة لا لا يتمع الوطيف لأننا بره يحدث هذا الأمر ممكن بره بس عندنا ما فيه على طول لديه مجرم بجريمة لا أحول النيابة إذا مجرم تائب إذا تاب يعني خلال مجرم تائب يتوبهم على نفسه للله لا لديه مجرم تائب بالضبط أنا عندي مثلا هناك ناس في الويت هاكرز ويت هات هاكرز وفي البلاك هات هاتر البلاك هات اللي هم يتوون الجرائم ويرتكبونها في ناس من الويت هات هاكرز اللي هم يرتكبون للفعل ويقول لك أنا ترى عشان أنت عندك ثغرة شف شنو سويت أساس بس يوضح أخطاعك أو يبرز هو عضلاته نعم عندي سؤال أخير لأستاذ محمد طالب المحامي هل يحق لمن انتهكت خصوصيته المطالبة بتعويض مادي وعلى أي أساس يتم احتساب هذا التعويض طبعا الكلام وعيد نحن دقيقة أعتقد الحلقة الثانية أنا راح أشرح شوي أطول طبعا يصير أنه يرفاع دعوة تعويض بالإضافة إلى الدعوة الجزائية بعد إدانة المتهمة أو المشكو في حقه في الحكم من الغضاء بعد ما يدان نقدر تطالب التعويض نعم راح أشرح أمور أخرى إن شاء الله في الحلقة الغادمة إن شاء الله المقدم محمد فيصل خورشيد مساعد مدير إدارة مكافحة الجرامي شكرا جزيلا لك ونلتقيك بالحلقة القادمة المهندس محمد الدوب خبير أمن المعلومات شكرا جزيلا لك ونلتقيك بمشيئة الله في الحلقة القادمة المحامي محمد طالب المحامي أمام محكمة التمييز والدستورية شكرا جزيلا لك وسنلتقيك بإذن الله في الحلقة القادمة كذلك أنتم مشاهدين الكرام شكرا جزيلا لكم وسنلتقيكم بمشيئة الله في الحلقة القادمة من نفس هذا العنوان ونفس الهاشتاغ هاشتاغنا الليلة بعنوان وسيكون أيضا في الحلقة القادمة سرية المعلومات والجرائم الإلكترونية وإلى أن نلتقيكم بمشيئة الله في الحلقة القادمة استودعكم في أمان الله